هي اللي نركز عليها هي التابعنا الفريقين منذ بداية الدورة فريق أو منتخب بدأ بطريقة ثقيلة حتى وفز بالمباراة الأولى الكود ديفوار لنهزم في مباراة نيجيريا ونهزم في المباراة الثالثة فريق من جهة فريق ثاني اللي هو فريق المتقب النجيري عنده استقرار في الأداء واستقرار في العطاء واستقرار من كل الجوانب الجانب التاكتيكي الجانب الفني الجانب البسيكولوجي شفنا فريق متوازن في كل خطوطه يعني تبقى أنا قلت باللي الكفة تروح للمتقب النجيري لأنه هو اليوم اللي هو اللي أعطاننا المؤشرات باللي هو الأقوى اليوم ولكن تبقى أنه الجانب البسيكولوجي والجانب النفساني الأغلبية مضنرها عند المنتقب الإيفواري لأنه عنده الدوزياموم اللي هو البيبليك وراه يعني راح يكون كما قلت أنت خرج من الإنعاش يعني وتدرج وكل مباراة يتحسن فيها اليوم الحق للنهائي والنهائي ستنطر كاشي النهائي ما هوش المباراة اللي تعد نصف نهائي وما هيش المباراة راح الضغط يزيد خاصة على الناخ المنتقب اللي يلعب اللي يلعب النهائي في بلاده يلعبها في عقر داري أمام جمهوره أمام الأنصار نظن ولكن تبقى كرة القدم كرة القدم تبقى سيتام ميستير عندك الجانب الطاكتيكي يلعب دور الجانب الفني يلعب دور الجانب البسيكولوجي يلعب دور والجانب البدني خاصة يلعب دور نظن أن المنتقب النجيري من هذا الباب احتوقت لك واحد زايد واحد ممكن لو يسوي اثنين ولكن يبقى المنتقب النجيري يعني يعني بأنه هو اللي راح يكون في منصة التتويج